نحن شعوب متعصبة متعصبة لدينها أو لثوابتها كما يقال ولكن لماذا أصبحنا متعصبون بهذا الشكل لماذا قررنا أن نقتحم المستقبل ونطور حاضرنا عن طريق ما أسميه أو ما سماه جميع التعصب أي تعصب للماضي فبدلا من أن نتعصب للمستقبل رحنا نتعصب للماضي وعلى أساسه نزرع طرق المستقبل أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين في هذه الحلقة سأتناول موضوع التعصب وأحاول أن أقترب لمشاعر الناس ولماذا هم اختاروا التعصب طريقا وحيدا شبه وحيد لهم ورفضوا أي فرصة بشكل عام لاختيار طريق آخر وطريق التحديث والتغيير أيضا سأحاول تقديم تعريف لهذا التعصب وأسباب ظهور هذا التعصب ومن الذي ساعد على هذا التعصب وهل أن الدين هو بطبعه يحرض على التعصب كونوا معي وفي هذه الحلقة التي أتمنى أن تحظى بتعليقاتكم ومداخلاتكم في تعليق لحلقة لي بعنوان الدين بعيون فرويد قال لي الصديق لاسن لاحسن لاحسن تشكر ما أعرف بالضبط كيف ألفل اسمه قال قرأت المنذسين كتاب للدكتور يدعى عمرو شريف قال فيه بأن الإلحاد هو مرض نفسي فقال بأنه تعجب من هذا الموضوع فكيف رجل مثل هذا يدعي بينه الدكتور الدكتور والطبيب يقول كلام كهذا في حين أن المتعرف عليه في كل مدارس علم النفس هو أن الإيمان الديني هو الأقرب لأن يكون مرضا نفسيا كما أن فرويد سماه بالأصاب أيضا علماء وفلاسفة أخرون أطلقوا عليه اسم الدواء الوهمي أو البلاسيبو أو بإفيون الشعوب وهكذا وردا على هذا القول أنا قلت بأن الموضوع يجب أن نتفاهمه بطريقة مختلفة أنا شخصيا قدمت جواب على هذا يعني ما يقرب من الجواب على هذا الموضوع وقلت في حلقة بأنوان الله ليس خرافة قلت فيه بأن أو أشرت إلى أن الدين سنستطيع تشخيصه على أنه مرض أو الظاهرة الدينية وليس الدين لأن الدين هو مفهوم الظاهرة الدينية التي تبدو على الناس ممكن أن نقول عليها أنها مرض عندما ننظر إلى السلوك المتدين السلوك المتدين عادة لما يكون غريب غير منطقي يقوم بحركات بتقوس يؤدي فرائض يؤدي يصوم هو فعل غير طبيعي في كل حال من الأحوال لكنه وقد أي إنسان يأتي من مكان آخر ويرى ما يفعل المؤمن بتجرد ومجموعة مؤمنين يشعر بأن هناك السلوك غير طبيعي وغير مؤتاد أو ليس من السلوكيات الطبيعية بين البشر لكن عندما يأتي شخص وينظر بطريقة علمية إلى ما يفعل تفعل به ما تفعله هذا الجموع أو ينظر إليها بعين الجماعة سيرى بأنها تعبير عن حاجات والثقافات وتصورات الجماعة لنفسها وللعالم أي أنها صحيحة تبدو غير منطقية مثل ظاهر الصيام ملايين الناس في وقت واحد أو مجامية تقوم بطقوس معينة مولد نبوي وما إلى ذلك طقوس شعائرية شيعية أو سنية وهكذا من هنا نستطيع أن نفهم لماذا تخشى الناس من سلوك أي شخص خارج الجماعة التي ينتمي إليها لأنه يعتبرونه عامل خطر لهذا السبب نستطيع أن نفهم موقف الدكتور وهو بالتأكيد طبيب ويعرف أن هذه المسألة التي يتحدث عنها غير منطقية لكنني سأوضح لماذا يتصرف بهذه الطريقة وكثير من الطباء والناس المختصين يتصرفون بالطريقة الغريبة وعكس ما تعلموا عليه من مبادئ المية هي تعتبر من البديهيات الجواب برأيي أنه هناك نوع من الفشر العام في كل مفاصل حياتنا هذه الشعوب يعني تعاني بقلق شديد لهذا السبب تختارت بسبب الظروف الواقع المتغير هذا الشعور يتصعد لديها بشكل غير اعتيادي هذا يدعوها إلى أن تعود إلى أحضان الدين أي هي بمعنى المعاني عودة إلى حضن الأم التي الناس جميعا يولدون في أحضان الدين الذي تعلموا على مبادئه ولماذا يعودون إلى أحضان الدين لأنه هم يشعرون بأنهم واقعون أو متورطون وسط عالم شاسع من المتغيرات اللحظية وليس اليومية هذه المتغيرات تحدث بشكل الآن يعني بالغ الخطورة وتغيرات سريعة جدا فتخيلوا ماذا تفعل يعني هذه الشعوب من هذا النوع هي ما زالت تعاني من من ألم محاولة الخروج من مناخ وفضاء وطعم الأصور الوسطى ما زلنا نحن شعوب تعيش في الأصور الوسطى لكنها تحاول أن تتأقلم مع الظروف المتغيرة وفي كل لحظة تجد وهذا طالع لواحد ملحد طالع لنا واحد مثلا يدعو إلى الاشتراكية يدعو إلى رسمالية هذا الموضوع راح أوضحه ربطه بحلقة نشرته قبل الأيام حول الانبهار بالغرب وهذا العلاقة بهذه المخاوف التي موجودة داخل الناس حال العرب والمسلمين الآن هو أشبه بحال رجل مثلا عاش ستين سنة أو حتى العمر عندما وصل إلى عمر ستين هو عاش عمره بأكمله في تكية أو جامع أو كنيسة وهذا الشخص أجبر على العيش فجأة في مدينة مثل باريس أو حتى القاهرة أو بغداد أو دمشق أو بيروت أو الرياض أو دبي فهذا الرجل عمره ما شايف هاي الأماكن ولا عايش في هاي الأوساط ولا عنده أي معرفة بهاي القيام الجديدة التي اعتاد على الناس لم يتعامل مع الأجهزة الحديثة فأحنا وضعنا كمجتمعات بشكل عام ما زال حالة مثل حال هذا الرجل هنا أنا قياس قياس رجل منفرد لكنني أحاول أن أشبهها بمجتمع ضخم تعود على على بنية فكرية أو إذا أسمينا البنية الفوقية والتحتية البنية الفوقية ما زالت هي نفسها لدينا صحيح تغير التظروف لكن هنا هذا الدمج بين الاثنين عملية صعبة جدا ولم تحصل حتى الآن بالعكس الآن ما زلنا نرفض ونحاول أن نوسع الهوة بين الأفق الذهني الموجود داخلنا وواقع الحياة عادة المجتمعات الهوة بين الأمرين بين الثقافة التي أنت تنطوي عليها وبين الواقع الذي تعيشه تكون عادة تكون هامش ضئيل بحيث ممكن كل إنسان ضغوط كل الناس تتعرض إلى ضغوط المتغيرات لكن المتغيرات تتحدث كبيرة جدا بالنسبة أنها كبيرة إلى حد هائل هذا يؤدي بنا إلى الانكماش والتعصب بشكل يعني لا خيارة فيه ما عندي خيار آخر غير أن تكون متعصبا من هنا أنا أتحدث يقول يجب أن نفهم ردة فعل الناس أنا ممكن أن أنتقدر المتدين ممكن أنه يتحدث ضدي يقول لي أنت تتحدث وتحاول أن تحرف أو تنشر الفتنة بين الناس وأنت كذا وأنت كذا مرات أنت تتحدث أتكلم كلام عادي أنه الدين هو كذا والتاريخ الدين هكذا هذه المواقف فيها فيها عوار أخلاقي أو فيها إشكال أخلاقي هو رئيسا يتحدث معك ويقول لك أنت كافر وأنت ملهج لأنه ما عنده خيار آخر هو رئيسا يشعر بأنه هو مهدد وثقابته مهدده وواقعه وحياته وكل تفاصيل كل ما يتعلق بمجتمعه واستقراره الذهني والنفسي والسياسي حتى والاجتماعي معرض للتهديد في كل أعضافه فهذا فورا يقفل سياسك وأحيانا تتحدث عن الموضوع يعني مجالة تقول هناك علم حديث هناك اكتشافات هو فورا يقرأك ماذا تخصص هلأ أنت ملهج موضوع بعيد ما لا علاقة فهذا التوتر يدمج بين الأشياء بشكل غير منطقي وهذه الحالة بالمناسبة شائعة جدا ممكن يتراقبوها في مجالات عديدة خوف الناس مما يجري بالتالي هو حقيقي وكما قلت علينا أن نفهم هذه المخاوف لماذا؟ أن الناس إذا إذا ألقينا نظرة تاريخية على الزمن القريب راح نشوف بأن الجميع أجبروا على تجربة حلول قومية وتورية واشتراكية ويسارية وهاي التجارب كلها فشلت فشل دريع فماذا نريد من هؤلاء الناس أن يفعلوا بعد كل هذا بالطبع هناك مؤامرة دينية أنا عندي حلقة أن الدين هو المؤامرة لكن هذا لا يعني بأن الدين هو شيء سيء الحقيقة التي يجب أن نعترف بها بأننا نعيش في عالم غريب علينا غريب علينا إلى حد بائد جدا بل في كل تفاصيل من تفاصيل المشكلة الكبيرة وين هي أننا لا نستطيع الابتعاد عن هذا العالم الذي وجدنا فيه رغم أننا نسكن في عالم وبيئة ثقافية مختلفة تماما عنه هذا العالم لم يكتفي بهذا يشعرنا بخطره وهو يتدخر في أدق تفاصيل حياتنا أصبحت المتغيرات ترافقنا كما يرافقنا الأكسجين بل أننا نحتاجها أحيانا أكثر منه دوائي هذا الكلام والعلاقة بحلقة نشرتها هي عن انبهار بالغرب وكان عنوانها المنبهرون بالغرب شر لا بد منه وتناولت فيه مواقف كل منه محمد عمارة الدكتور محمد عمارة وأيضا السيد يات القنيبي اللي لاحظت من خلال هاي الحلقة أنه لاحظت أنه لم تتحظى بذلك الإقبال الكبير وأيضا لم لاحظت من عدد من التعليقات أنه هناك غضب من مجرد فكرة وجود انبهار بالغرب أنا كان قصدي أنه يعني ما كان فيها شيء مهم بالمناسبة كان قصدي أنه ننبهر بالأشياء الإيجابية في الغرب أنا ما أقصد أنه ننبهر بالغرب الكافر أو بالغرب الاستعماري أو بالغرب الجرائم اللي بأنتكف الحكومات الغربية عبر الشعوب مختلف الشعوب لأن ننبهر بالنهضة الحضارية والعلمية بالنمالج العظيمة المفكرين الأظام الذين ضحوا بالغالب النفيس من أجل أفكارهم وبسوفهم نحن الآن الأطباء اللقاحات الحالة يعني في كل المنجزات البشرية بأكمل الكافر العظيمة هو أنجزها الغرب لكن عندما أقول ننبهر بالغرب لا أقصد الانبهار بالأشياء التافة التي فعلوا بالأكس الذي نحن فيه الآن ودعمهم للإسلاميين ومحاربتهم لكل فرصة لنهوض هذه المجتمعات وإحداث تغيير فيها هو الغرب الذي يدعم الذي يرفض هذا الأمر لأنهم استفيد من الموضوع والإسلاميين بالنسبة ل مسألة مفهومة ومفهومين يعني مش صعبين يعني يقدرون يتفاهمون معهم بطريقة أو بأخرى ليست هناك خلافات كبيرة بين الغيادات الدول العلمة أو السياسات الدول العلمة والإسلاميين ويقلهم إشبعوا تخلف ما عندنا مشكلة معاكم الألمانيين بالعكس ينابزوننا أو الناس الذين يدعونا للحرية والكرامة الإنسانية واحترام المبدأ يعني شعة مبادئ المساواة بين الرجال والنساء بين الأفراد جميعا اعتبار الهناني كمواطنة التعايش السلمي التسامح المسائل الحقوق الإنسان هاي كلها ونشر الفكر العلمي والمناهج العلمية بالتعليم وفي كل مجال من نجالات الحياة هاي كلها تضرب للغرب ما تفيد ما يعمل بها ثم عندما يأتي ينابزني بماذا ينابزني أنا أقول أنا إنسان حالي حالك لست أفضل مني وليس الغربي ولا أي إنسان آخر أفضل مني فهو يقول لك هذا أنا ما أحتاجه هذا الإسلامي يريد يسيطر على الناس إذن أتحالف معه أخلي يشبع سيطرة بالناس أخلي يخلي بالناس يمارس الجهل معهم إلى أبعد حدود الجهل أنا بالنسبة لي أتعامل معه أسيطر عليه بطريقة أو بأخرى أدي مليون طريقة سيطر بها على الإسلاميين وهذا اللي حاصل بالفعل وحتى إذا خرج على طورك مثل ما فعل أبن لادن بعد أحسن أشين حروب أشبع حروب أشغل مصانع الأسلحة مالتي وأسوي حملات ضد الإرهاب ما يسمى إرهاب وهذا الإرهاب لا أحارب الإرهاب في جذورة من تربية الناس وتعليمهم على مساء الإرهاب لا أحارب مظاهر الإرهاب وأخلي الناس يتغذون بفكر المتعصب لكن من يخرج سنقضي عليه كما فعلوا مع طالبان وغيرها وتركوا الآن طالبان ما دام هي محاصرة في مكانها فالك إشبع إشبع دين فهذا الشيء اللي أريد نقوله فهذا الغرب هو هذا اللي نستنكره لكن في الوقت نفسه علينا أن نأخذ الشيء العظيم الذي ابتكره علماء الغربيين مفكرين الكبار الذين الناس الآن تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان أكثر من أي شيء آخر وعدما حتى الإسلام عندما ينابزك ويقولك لماذا تعترض عليه ويتحجد بحقوق الإنسان بمعناته أصبحت قناعة راسخة لديه وأن يحاسبها أو يستنكرها بينه وبين نفسه لكنه في قراءة يعني يستعملها وأصبحت بمثابة الحقيقة الراسخة الحقيقة اللي يبدأ يجب أن يشير لها بين الناس فعلا تكره الغرب بل لا تكرهه فقط بل تخاف منه فعلا أنا أنا فكرت بالموضوع وقال صحيح الناس قلقة فعلا لأن ما يحدث ليس أمرا عاديا بأي مقياس كما قلت هناك تغيير جارف يشمي كل شيء والمصيبة أن هذا التغيير هو إجباري يعني تخيلوا هذا على مستوى إنسان منفرد يواجه تغييرات في علاقته مع أولاده مع أبناءه وضعه الاقتصادي بأي لحظة يدهور التطور حتى بالمنتجات يوميا يشتري أجل جديدة الأولاد يتعلمون أشياء جديدة يدخلوا إنترنت مفتوح يتعاملون معه كيف يربي أولاده لا يستطيع السيطرة عليهم حتى لو فعلا يسيطر عليهم بطريقة دينية بعثهم جامع يطيهم لكنه لا يمكن أن لا يوجد ضمانات كل شيء الآن معرض لأن يتغير في أي لحظة والآباء لا يستطيعون تربية أبناءهم بل أصبحت الهوة واسعة جدا بينهم وبين أبناءهم لا يستطيعون حتى التعامل مع الموبايل مثل ما يتعامل أبناءهم مع هذا الجهاز والأبناء أنفسهم أيضا لديهم إشكالات كثيرة وخطيرة جدا بين الثقافة التي تنتقل عن طريق العائلة أو طريق المنطقة أو المدينة وبين الثقافة التي يترقاها عن طريق الموبايل وعن طريق مسائل الاتصال المعاصرة هذه عوامل خطيرة جدا يجب أن نتبه لها وها هي التي تشكل ترفع نسبة المخاوف داخل الإنسان وتجعله متحفظا كارها للغرب والمتغيرات بشكل حتى لا شعوري البعض أيضا حتى يعالج هذا الموضوع الناس معظم الناس يتهم الغرب والاستأمار وبأنهم مستغلين وحروب وطبعا لا بأس هذا صحيح لكن هذا ليس هذا هو الموضوع لأن الكل يستغل ويرتكب المجازر والمصالح بين الدول الموجودة والمؤامرات يعني على أفم يشيل فليس هذا بالجديد الكل هو يستغل ويرتكب الحماقات والمؤامرات ويسرق وينهب ويظلم ويرتكب مجازر حتى كما قلت الموضوع يتعلق بشيء آخر يتعلق بهذه العتلة الجبارة الكاسحة اللي اسمها الغرب لا أحد يستطيع أن يقف في مواجهتها يعني الآن لم تعد المشكلة أن تتواجهها بالقوة وبالسلاح بل عليك أن تواجهها بالحضارة بالاستجابة لا تستطيع أن ترفض الحضارة هي ميزة أنت الإنسان عبر التاريخ لا يستطيع أن يرفض المنجزات الحضارية حتى إذا حاول فسيبشر حتما الكتابة عندما اخترع السمرين لن تجد أمم الأرض رفضوا الكتابة لن تجد أمم من أمم الأرض رفضوا العتلة لن تجد أمم الأرض رفضت الدراجة بعض الإسلاميين حرموها وكفروها وأتبروها حصان الشيطان لكن هل نجحوا لا يمكن رفضوا السيارة رفضوا المذياع رفضوا التفزيون رفضوا الانترنت رفضوا حتى الموبايل لا جدوى الحضارة تتقدم شئتا ما بيت لا يمكن لأحد أن يواجه عتلة الحضارة عندما تتقدم والمنجزات البشرية الإنسان كائن محاكاتي يعني مقلد يعني يرى الآخر ماذا يفعل ماذا يجني يأخذ منهما حتى لو فيه جانب سيء يرى السلاح يأخذ السلاح من الآخر يرى آخر اكتشف نوعا من أنواع السيوف المهند مثلا بالعدل المسلم يسمون السلاح السيف المهند هو المهند ما هو من الهند يرحون للهند لأنه سلاح جيد يرحون يجيبونه بعض الأمم كانت الأوروبيين يرحون على اليابان يأخذون السلاح السيف الياباني يعني حاد إلى درجة غير معقولة ويصنع بطريقة سرية لحد الآن غير لا أحد يعرفه غير بضعة عوائل في اليابان هذه الأسلحة موجودة لأنه عام الحضارة وصحيح والسلاح قاتل وإجرام لكن أيضا من منجز بشري يعني على سوء هو منجز يعني بغض النظر عن تقييمنا إلى بالتالي أن هذا الدفاعة الحضارة والتغيرات اليومية والأجهزة الحديثة اليومية واليوم هذا آخر شيء شات الجي بي تي هذا كارثة هذا رح يغير أشياء كثيرة الذكاء الاصطناعي هذا كيف يتواجه هذا يصيب خلق يعني خلق هائل يعني يعني المسألة مو بس بالعرب والمسلمين بكل العالم يعني حتى توينبي كان أكبر علماء التاريخ في البداية القرن العشرين كان يقول هناك يعني عندهم الصلاح التحدي والاستجابة الآن المشكلة لا يوجد تحدي ولا توجد أي قابلية حقيقية على الاستجابة الصلاحة صارت تعطلت جميع القدرات أمام هذا الغول الجبار والذي هو يكاد يكون يعني إذا واحد مطلع على رؤية دانيال فممكن يشوف الرؤية دانيال المرعبة وأحلامة فيها وأيضا أشبه بالجحيم الذي لا يوصف بالتالي أنا أقول القضية وين أنه لم تعد أمام الشعوب المتخلفة عن التطور سواء تنكمش على نفسها يعني كما يفعل القنفذ وهذا بالفعل ما تفعله العرب بعد الفاصل سأتحدث عن أن المشكلة ليست في الشرق ولا في الإسلام ولا الدين فكونوا معي ولا في عدم الإيمان كما قلت أن المشكلة هي ليست في الشرق بكوننا وناس شرقيون ولا بكوننا مسلمون أو مسيحيون أو من أتباع ديالة شرق يعني قر وسطية ما زالت تتبع ثقافة غير حديثة أو ما قبل حديثة المشكلة أيضا ليست في الأديان وهذه كلها توجهات عقائدية المشكلة هي إنسانية شاملة أيضا هي المشكلة داخل الغرب نفسه كما قلت الجميع الآن في حالة ارتباك لا يعرفون أين ستؤدي التطورات المتلاحقة الكل يمر في حالة ولادة إجبارية من رحم ما هو فيه لا أحد يعرف بالمناسبة نوع وشكل الوليد الجليل البجتمعات البشرية أو النوع البشري بيأكملها الآن في حالة مخاض عسير ولا يعرف ما هي نتائج المخترعات التي اكتشفها هو أشبه اخترعنا الوحش واحترانا به لا نحن نقدر يعني الرجع للقمقم ولا نحن نقدر نبقي في مكانه الغرب الآن مرتبك وحتى الآن أمس الباحة تابعة حوار قصير بصفحة حراري الكاتب اليهودي الصاحب كتاب الإنسان قد حوار قصير خمس دقائق وستة معه شي شي كيش الفيلسوف الماركسي الروماني أعتقد هو وكان قلق قلقهم واضح ويشعرون بأن الخطر جدي إلى حد بعيد وممكن يشوفونا بصفحة حراري المشكلة الأخطر وين الآن هي ليس دور الدين بحقنا يعني لا أقصد وليس في المستمع يعني أنا أرى يعني دور الدين بحقنا أو أقصد وليس بالمستمع لماذا؟ لأن أنا أرى أن الدين هو المستمع نفس أو الجماعة بتحديدا عدي حلقة يقول بأن الدين هو ظاهرة المستمع هو ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة إسماعية أو جماعية يعني ماذا يعني بأن الدين هو اللي يشكل نحنويتنا أو يشكل هوية مهويتنا الهوية هو الآخر يشكل جماعتنا وهذا النحنوية من نحن هو هذا اللي شكل نحنويتنا أو الجماعة التي تمتلك صفاتها الخاصة والمتمائزة عن بقية الشعوب أو الجماعات فهذه النحنوية التي نحن عليها أو هي أو بالتالي هي نفس فرديتنا والفردية هي الوجه الآخر لنحنويتها فهنا بداخلنا نمثل الجماعة وفي الوقت نفسه نمثل كوننا أفراد فوجهنا الآن تترى الشخص المسلم أو المتدين بين شعوبنا هو فرد لكنه الوجه الآخر أو الوجه المطابق له هو النحنوي أو الجماعة التي يمثلها بالتالي احنا لا نمتلك هوية الهوية شيء مختلف بالمناسبة حتى بالتعريفات عدد كبير من المفكرين أنا أعتبر هذا التشكل بين الفردي والنحنوي والهوية الشخصية هذا كان يحدث بأشكال مختلفة من الشدة والقوة والأنف هذا أمر مفهوم الجديد ما هو جديد الجديد تماماً وغير المفهوم هو وجود إمكانية مختلفة تماماً عن كل ما سبق وهو أنه وجودهن وجود ناس لا يؤمنون يعني الإنسان كان دائماً موجود ضمن ضمن جماعة وجماعة كلهم مؤمنين بهذه الجماعة الجماعة رميسها الله رميسها الدين رميسها الإسلام رميسها أيدي المسيح رميسها وهكذا رميسها مردوخ رميسها آشور فهذا الكل كان مؤمنين وكان عدم وجود مؤمن هذا معناته تكفيره وطرده خارج الجماعة وأو بالكنيسة وبعض الأمم وحتى الأدانة التوحيدية قتله وتصفيته نهائياً يستتاب ثم يقتل يعني لا تفاهم يعني حتى يعني كانت سابقاً أو قبل الإسلام قبل المسيحية كانت يعني القبيلة عندما تشوف شخص خارج على قيمها يطردون يعني يروح يشوف لقبيلة ثانية وينتهي الموضوع لكن بالأديان لا هذا الكلام غير موجود يستتاب ثم يقتل لا يمكن ما في حل آخر فبالتالي الإنسان يوقع داخل الجماعة الآن الجديد ما هو الجديد أن هناك شخص غير مؤمن أشخاص غير مؤمنين هذه الظاهرة جديدة عبر التاريخ وسابقاً كان موجود شخص غير مؤمن يهمل أو يقول لك هذا يعني ما دام غير شخص شخص غير محارب فما في مشكلة الآن هذا الشخص هو فعلاً الغير مؤمن خطير خطير جداً بداية الكلام ما تحدثت عن بعض مع الشخص قال لأنه الإلحاد هو مرض كما يقول الطبيب هو فعل المرض بالنسبة للمتدين لأنه مرض مؤدي بالنسبة للجماعة الدينية والجماعة التي ما زالت تعيش ما قبل الحداثة وهي جماعة التي تقوقعك والتي اضطرت أن تحافظ على نفسها هذه المتغيرات الهائلة التي تحيط بنا هذه المسألة ليست سهلة والمشكلة أنا أستغرب أنه لماذا هي ليست بمحط الاهتمام الكبير وهو موجودة ولكن ما أعرف ما أعرف لماذا يتم تجاهلها أو الانتباه على أنها ظاهرة يعني عادية يعني موجودة مشكلة من المشاكل لا هي مسألة وجودية لها علاقة وأيضا مصيرية لها علاقة إذا أنت ما تتعامل معها متى تتعامل معها يعني يعني هذا هو بس حايرين بالتقوقع كل كل اهتمامنا على كيف نتقوقع كيف نهاجم كيف نحدد الملحد هذا ملحد هذا غير مؤمن هذا كافر هذا استعماري هذا كذا لكن هذا علاج هذا مو علاج هذا تقوقع وانكماش على الذات ومثل شخص يعني يضع درق بينه وبين كل شيء وكأنما يشعر بأنه لا يرى ما يحدث هو بينما وكل ما يحدث هو داخله لأنك الآن لا تستطيع أن تستغني عن وسائل التصال الحديثة ولا تستطيع أن تبنع أبنائك من أن يتصلهم بأبعد نقطة بالكون يعني ما تعرف ابنك مع من يتحدث بنتك مع من تتحدث هذا وتخلي تحول المجتمع لحالة إنقص كان هو مجتمع منافق أصلا الآن أصبح منافق عشر مرات أصبح الكل ينافق على الكل حتى الأب ينافق مع ابنه مع ابنه لأنه يعرف أنه لا يستطيع يعني الموضوع خرج من إله لكن كل يدعي بأن الموضوع تحت السيطرة وما دمنا منكمشين على أنفسنا متقوقعين ستمر العاصفة هي لا تمر العاصفة لأنها العاصفة ستأخذنا معها وعد ذاك يجب أن نتأغلم معها لا يوجد حال آخر كما قلت أن المشكلة الآن ليست في عدم الإيمان وأن هذا الأمر كان معالجاً أيام الدين الإسلامي وغير الدين الإسلامي معالجاً بطريقة ما لكن العقل والآن المشكلة العقل والعمق العقل الخطير الذي يقف خلف عدم الإيمان الآن هو المشكلة الخطيرة الآن كما قلت عدم الإيمان يتضمن في داخلة إمكانية لهدم عملية إجراء عملية هدم كاملة لصرح أي إيمان أنه بصراحة تهديد قاتل لا يمكن اعتباره أمراً عادياً معنى الآخر أن عدم الإيمان الآن هو أصبح مشروع إديولوجي مشروع حركات عقائدية ممكن أن تتولد بشكل لا نهاية له وعليه وعليه فهو فهو فألاً تهديد مصيري عدم الإيمان بالمناسبة هو ظاهرة بشرية حديثة جداً وخطورتها لا تعلق عن مسألة هدم الدين بل بأمر أكثر وهدم الإنسان القديم وصناعة والأصح إنتاج إنسان جديد هذه المؤضلة الكونية وليست الإسلامية فقط ما عادت هناك أي قوة قادرة حالياً على فهمها أولاً ولا وضع الحلول لها ثانياً كما قلت خرج المارد من القمقم وانتهى الموضوع ليس أمامنا سوى المواجهة وحتى هذه لن تنفع الحل الوحيد كما أرى هو التأقلم والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه أي محاولة للمقاومة ستكون نتائجها أسوأ مما لو تقبلنا الواقع واستسلمنا هذه مفارقة المارد طبعاً اللي صنع الغرب وابتلى به وابتلت به البشرية ككل الإنسان كما قلت أكثر مرة يبحث عن الثوابت حين يؤمن بهذه الثوابت ويتمسك بها يشعر بأنه في أي لحظة ممكن في اللحظة التي تتعرض به هذه الثوابت إلى الخطر يشعر بالتهديد الخطير ويتحول كائن عدواني ومحارب شرس جداً لا يسمح بأي تهاون في هذا الأمر هو أشبه بالغريقة لأنه تمسك بقشة طوال حياته ولن يتخلى عن هذا اللوحة أو القشة وسيحارب من أجلها حتى النهاية وجود المختلف داخل الجماعة التي يعيش فيها داخل هذا الإنسان الذي يؤمن بالثوابت هذا هذا الشخص يسمونه ملحد هذا إشارة قوية مستفزة هي هاي الإشارة الآن أصبحت عامل أو إشارة تؤكد انهيار العالم القديم وضرورة ظهور الإنسان الجديد الإنسان القديم هذا المؤمن الآن يشعر بالتهديد الخطير وهو ما يعرف يسوي يعني صراحة يعني له الله فعلا لأنه مسألة مربكة جدا ويجب أن نتفهم قسوة الواقع عليه وقسوة المتغيرات عليه فعدما يكون عنيف فهو الآن في أسوأ حال وفي حالة ارتباك شديد ليس أمامه وسواء أن ينكمش على ذاته يحافظ على إيمانه يتمسك بهذه قشة الإيمان التي هي عليه التي هو عليها ويحاول بالتالي أن يقاوم إلى أقصى حد ممكن ويقول لك يا أنا يا هذا العالم الجديد الكافر الملحد تسميات كثيرة لكن هي المشكلة هذه أن أي محاولة الوقف ما يجري هي محاولة فاشلة وهذا هو ما يسمح مجتمعاتنا يسمح بغياب العقل وحضور العاطفة هذا هو أيضا ما يسمح بالكلام مثلا على قضايا تافة مثل الأرضاء الكبير والرق ويدافعون عن الرق وأنه الرق الإسلام أفضل هو عالج الرق المسيحيين أيضا أنهم يعترفون بالرق وحتى وصلوا إلى درجة التبرير كل أمر ديني والدفاع عنه عنه مهما كان الثمن بغض النظر عن أي منطق وأي عقل ضرب الزوجات يقول له هو ضرب خفيف يقول لك أشياء لا 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 يرتدى عليها ثوب كما يقال يعني شغلات مفضوحة لكنهم يدافعون عن لماذا ولهذا لهذا الإحساس بوجود بوجود مشكلة خطيرة لا تفتح عيني على هذه الأشياء أنا لا خليني أعترف أنه فيها التناقضات هو يقولك لا فيها التناقضات أنا مهم أن أثبت على العهد أثبت على الإيمان وهذا عندي أهم من أي شيء آخر هذا لازم نفهمه بعد الفاصل أتحدث عن التعصب ومفهوم التعصب وأسباب التعصب وأيضا ما علاقة الدين بالتعصب والمؤسسات الدينية أيضا والآن ما هو التعصب التعصب وباختصار هو الثابت الإنسان يبحث عن ثابت ويتعصب لها ويتثبت منها وأعتبر أن كل شيء عدى هذا الثابت هو متغير وطار ولا يجوز أن يحتفظ به أو يحتفي به يحتفي دائما بهذه الثابت قد يكون هذه الثابت هو إله دين يعني مثلا المسلم الثابت بالنسبة له هو ثوابت الدين القرآن والسنة والحديث وما إلى ذلك كلها قيم مجموعة قيم هي هذه الشكل من الثابت الذي يفهم به نفسه هو العالم فبالتالي المسيحي كذلك البوذي الآشوري قبل يأبد آشور فهو هذا الثابت الذي وبغض النظر هل هو ثابت فكرة أو حجر أو صنم أو أي شيء هو المهم لديه شيء يختنع به يعتبر هذا هو مركز العالم بالنسبة له ومن خلاله يقيس كل شيء حوله فهذا التعصب بالتالي ما علاقة التعصب بالثابت هو أنت لو ما تعصب كيف يمكنك أن تحتفظ بالثابت لابد أن تتعصب لهذا الشيء فبالتالي الدين هو تعصب بحل ذاته لا يوجد دين بدون تعصب كيف يمكن أن لا تتعصب أنت عندما لا تتعصب فهذا لا تنتمي إلى جماعة أخرى فهذا ليس بدين هناك كثير يتحدثون أن التعصب والعلاقة بالفقر والعلاقة بالسياسة والعلاقة بالمؤامرات والعلاقة بالتربية السيئة والتعليم السيئة وأسباب كثيرة لكن بالحقيقة هما لا يقعون على الجرح ويقولون ما هي الحقيقة الحقيقة أنه الدين هو متعصب هو قانون الدين أن يكون متعصب يعني كيف ممكن أن تجتمع الجماعة على أمر واحد لابد أن يكون تعصب بل وتعصب شديد جدا الدين غير المتعصب أو المتعصب بشكل خفيف لن يدوم ولن يستمر ولن يتواصل الدين هو الوجه الآخر للعنف التعصب يحتاج عنف يحتاج قوة يحتاج تضامن يحتاج فعل حقيقي يعني ليس أي كلام شغل شغل على مستوى كبير وتماسك وإيمان راسخ وعدم سماح بأي خروج على الجماعة وأيضا النوء من الأدوانية النشر مبادئ الأدوانية والكراهية للآخرين ولا كيف تتجتمع مع بعض الناس المؤمنين بشيء واحد كيف يجتمعون مع بعضهم البعض لا يمكن بهذا السبب تشعر أنه المتعصب هو يشعر بأنه يمتلك الحقيقة وكل آخر هو سيء بل لا يرى أكو حاجة لأي حوار مع الآخرين لأن الآخر هو دائما في ضلال مبين وهذا الآخر ليس لديه أي شيء يقدمه له لهذا السبب هو دائما يشعر بأنه مكتفي بهذه الحقيقة التي هي مطلقة ونهائية لماذا؟ هنا سؤال لأنه يشعر بالراحة بهذا المجال بهذا الثابت الذي تحقق لها بالإيمان يسمون إيمان يسمون دين يسمون الإسلام يسمون المسيح أي نيرفانا دارما كارما يعني أي اسم هذا هو يعتبر هذا وجوده بأكمله موجود في هذا الثابت لأنه الإنسان يحتاج هذا الشيء فكان ليش أدوخ نفسي أدخل في قضايا مع معا لا معنى لها ربما تناقضات منطقية لكن يقول خلاص أنا هذا صناعت به وحتى داردة غيرها ما أقدر لأنني صارت عندي ملظومة علاقات مالاخرية لاستطيع تغيرها ولاستطيع أن أبدأ من جديد لا يمكن يعني بالحقيقة ما هي أسباب التعصب أسباب التعصب بالتأكيد هي هناك أسباب كثيرة اقتصادية سياسية اجتماعية بالنسبة أن بالشعوب العربية هنا الآن صار التعصب ازداد لأنه انهار المشروع القومي العربي كان المشروع كان هو نوع من الحل يعني طلع بالخمسينات والأربعينات حزب البعث وغيره وأيضا المشروع الناصري وأيضا فشر دمر هذا المشروع وطلعت مشاريع علمانية بسيطة طلعت مشاريع ليبرالية أيضا طلعت مشاريع اشتراكية لكن كلها فشلت وانهارت وتروح الآن شوف كان قبل 30 40 سنة بالمدن الكبرى تجد عدد المحجبات قليل جدا لكن الآن تجد عدد السافرات قليل جدا بالعكس تماما وهاي بالمدن الكبرى طبعا قبل أيضا ما كان أكو نساء غير محجبات في المدن الصغيرة لا أغلب فقط في المدن الكبيرة مرات يطلعوا لكم صور أنه هاي الصور موجودة بالمدن الكبيرة اللي بيها اختلاط أكبر وحركة اختصادية كبيرة وناس من دول أخرى مختلفة فكانوا يحاولون يظهرون التمدل والتحضر والانفتاح لكن بالحقيقة المناطق الريفية المناطق الشبه الشعبية بقيت كما هي يعني ملتزمة دينيا بالتقاليد القديمة بالنتيجة انهيار المشاريع القومية اللي يعني ودعت بأنه هناك عرب وهؤلاء العرب هما بيناتهم انتماء لغوي وانتماء ثقافي وطلعت مشاريع كثيرة عند كبير من مفكرين فلاسفة القومية قالوا بأنه هناك مشترك قومي هو العربي وهذا المشترك هو كثير بأن يوحد ويجمع أنه تحت راية واحدة لكن بالحقيقة يعني عملية الربط بين الجميع كانت عملية رجراجة وحتى فلسفيا لم يقعدوها بشكل دقيق ومرتب آراء متقلب مرة يقولون هي قائمة على اللغة بعد ذلك يقول لا هي قائمة على الدين بعد ذلك قالوا لا هي على الجغرافية وأيضا بعد آخر المصل إلى أن هذه ثقافة مشتركة أيضا أيضا حتى جابري عابد جابري هو أيضا المفكر قومي اعتبر بد الرأي يعني مرة قال قال بأن هذا يعني القومي قال بالبداية هي ثقافة مشتركة تجمع هاي المنطقة من العراق إلى المغرب وهاي ثقافة بعد ذلك بد الرأي قال لا هي تقوم على المصلحة يعني فأتغير المواقف يعني ماكو صورة واضحة في ذهنهم حول موضوع أو الطريقة التي يلتعم بها الجميع في هذه المنطقة صحيحة بيناتنا مشتركة لكن لحد الآن لم تتشكل ضمن منظومة حضارية وثقافية واضحة المعالم والسبب أنا أعتقد لأنه الدين ما زال متجذرا في ذهن الناس وهذا اللي خلى خلى الناس يلجأون بعد فشل هذه المشاريع يعودون على الشيء الوحيد المتبقي لديهم وهو الدين لأنه لا توجد طريقة أخرى أن يجتمعون مع بعضهم غير هذا الدين فبالتالي أصبح هذا المشروع هو الوحيد الذي ممكن أن يستمر وينجح وينجح يعني مو بالمعنى الحضاري والتقدم ينجح بأن يعمل نوع من التضامن بين الناس المعقول ما هي مشكلة التعصب الكبيرة مشكلة التعصب أنه يرفض التواصل هي المشكلة الخطيرة بالموضوع لابد أن نشعر بأن المتعصب يبقى ملتف على نفسه وهذا المتعصب يرفض الآخر يرفض الغرب يرفض الثقافة يرفض الثقافة الغربية يرفض ثقافة حقوق الإنسان يعني خليه يرفض الغرب المستعمر الكافر مش مشكلة لكن ليش ترفض العلم ليش ترفض الحداثة ليش ترفض المناهج الحديثة بالتفكير والعمل والرؤية العالم وإكتشاف العالم والمشاركة أنت عندك مشكلة وعندك أحساس بأنه هناك هجمة عالمية غربية تحاول تهز الثوابت وتدمر الثوابت لا هذه الهجمة موجودة يعني ما يقدر تنكرها يعني ما تريد تسوي يعني تغفل التفزيون أو تمنع الموبايل ما ما أكو حال آخر يعني غير أن تتقبلها وتواجهها كما هي إذا أنت ما عندك زادة تواجهك متدين وتعتبر نفسك تقول أنا أحلها بأنه أرجع للسلام الصالح وأرجع يسوي الدين الصحية أوكي رجع براعتك لكن دعا الآخرين يجربون حظهم مو من حقك أن ترفض أنه الهجمة أو المشكلة يعاني منها الجميع فأنت دعا الآخر كما هو احترم أرادت لأنه مضغوط عليه مثل ما أنت مضغوط عليه بعض يقول لك أنا عندي حل يعني مثل الناس محاصرين في مكان وهناك منافذ فكل واحد يقدم مقترحة وهم متعاونين وإيشون ضمن مصير مشترك واحد دولة واحدة أو شعب واحد أو جماعة واحدة فيتعاونون فيما بين بدل من أن يتحاربون الآن الجماعات المسلحة المتدينة أو المتعصبة قتلت من أفراد شعوبها أكثر من ما قتلت من الآخرين وهاي معروفة لماذا لأنه ما يريد يسمع يعني يقول لك لا أنا متعصب وخلص أنتوا راحين وكفر وملحدين يا أخي افهم هناك مشكلة أهل الجميع يواجهوها هذا اللي يقول لك أن هذه المشكلة نريد نعالجها بطريقتنا أنت بطريقتك أهلا وسهلا لكن ليش تمنعنا أن نجرب حضنا يعني فهي هذه القضية على كل أنا أتمنى وصلت الفكرة وشكونا جزيلا وشكوكم بخير ومع السلامة